تايوان مشاهدين هو الاسم الذي ترفضه الصين بشدة لما يضفيه من شرعية دولية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتوعدت أيضا بالاستلاء عليها يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر خبراء استراتيجيون وعسكريون توقعوا عدة سيناريوهات لإنهاء هذا الصراع أبرزها سأبدأ مع السيناريو الأول أن تقرر بكين فرض حصار على جزر ماتسو التايوانية وتبدأ بتنظيم دوريات على مدار الساعة فوق مضيق تايوان فيما ستمنع الرحلات الجوية والسفن التجارية من دخول تايوان دون موافقتها ونظرا لتفوق القوات الصينية فإن أي محاولة من القوات التايوانية لشن هجوم سيتم القضاء عليها حتى قبل وصولها إلى جزر ماتسو هنا ستفرض الولايات المتحدة وحلفاء تايوان عقوبات تجارية واقتصادية منسقة على بكين سأنتقل الآن إلى السيناريو الثاني حيث ستعزز تايبي إنفاقها الدفاعي وتطلب زيادات حدة في الإمدادات العسكرية والأسلحة من الولايات المتحدة لكن القوات الصينية ستتجه لمحاصرة جزيرة كينمين التايوانية على ساحل فوتيان تصيطر بكين عندها على مطار الجزيرة فيما تحاصر سفنها الحربية المكان لمنع وصول أي تعزيزات عسكرية بطبيعة الحال تحاول القوات التايوانية القيام بعمليات دفاعية إلى حين وصول الإمدادات من الولايات المتحدة والحلفاء ولكن قبل وصولها تكون القوات الصينية قد تقدمت في كينمين لكن واشنطن وحلفاءها لن يخاطروا بحرب كبرى على مثل هذه المنطقة الصغيرة بل سيرسلون مزيدا من القوات إلى آسيا ويسرعون تسليم الأسلحة إلى تايوان إضافة إلى تكثيف تحركاتهم لفرض عقوبات على الصين أما في السيناريو الثالث فتواصل الولايات المتحدة إمداداتها لتايوان بينما تنشر توكيو وحدات من الجيش والبحرية في الجزر الجنوبية في الأرخبيل الياباني لتلقي تدريبات مكثفة هذه التحركات ستزعج طبعا بكين التي ستبادر لفرض ضرائب جمركية وتحذر دخول الشحنات التجارية إلى تايوان دون إذنها فيما ستنشر أسطولا من السفر وخفر السواحل حول تايوان وتعترض السفن التي تحاول الاقتراب من الجزيرة دون موافقتها ستحاول تايبي القيام بضربات لإعادة فتح موانئها لكن سرعان ما يتم القضاء على قواتها من قبل الجيش الصيني المتفوق عددا وعدة ترجمة نانسي قنقر